السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سؤال يقول ان انا بستخدم شات جي بي تي فقط لغير ومش متجرى ان ادخل التطبيق ثاني وانا بشغل في مجال التقديم فالتنصحنا التطبيق معين نركز عليه لو دارت مشاريع او ضبط اسعار. اول حاجة لو انا عندي مثلا شات جي بي تي وعايز اغرب حاجة تاني. اخد نفس السؤال اللي انا باسأله شات جي بي تي وابدأ اسأله لتطبيق اخر. واقارن بالاجابة. دي دي مهمة جدا يعني ممكن ان تكون انت اشغال على حاجة. وبعد كده الناس كلنا بتقول ان في حاجة تانية احسن. ماسمعش كلام الناس واروح للحاجة التانية على طول. وماسمعش واوطرنش كلام الناس وخلينا علينا موجود فيه وكل الناس بتقول ان التانية احسن. ادي نفس الكورسة للتجربة. ابدأ شوف نفس ح انا نستطيع المعرفة في البرنامج الاوليني واوطرنها ايا اياه على البرنامج التانية وشوف الاختلافات التي تحصلها عنها ازاي. يعني اخد نفس السؤال دوت. واضطي لشات جي بي تي. واقعد نفس السؤال دوت. واضطي لكو بايوت. ماشي. اهو كذا كذا برنامج. وعندنا بابوت انه هو بيدي اني ممكن انه يجرب حاجة كثيرة في نفس المكان. يعني تقدر تجرب شات جي بي تي فور او. تقدر تجرب جي مي ناي بأكتر من اصدار. تقدر تجرب حاجة كثيرة جدا في حاجات حاجات خاصة بالصور، حاجات خاصة بالشات وهكذا ولكن انت تجي هنا كريات بوت وتعمل بوت خاص بك انت يعني ان انا عملت بوت مثلا لحاجات تاريخية مثلا انا بحب التاريخ وعلم المنطق والفلسفة وكذا يعني ماشي فالمهم ان انت بتجرب نفس السؤال ده وتشوف اللي جاء بتاعتهم اني واحد فيهم احسن ممكن يكون انت مجالك طبي وتلاقي ان مثلا جيميناي افضل مثلا ممكن تكون مجالك هندسي فتلاقي شات جيميناي افضل ممكن تلاقي واحد فيهم بيحل مسائل هندسي بشكل افضل وكذا تمام بدأ يجيب لي بعض البرامج اثناء تريلو وسمارتشيت وزوهو وكل حاجات ذي كلها طيب في الحاجات ذي كلها زمان مكانش فيها زكاة صناعية بس بدأ يضيف لها زكاة صناعية ليه بدأ يضيف زكاة صناعية؟ بدأ يقولك ان لو معملت زكاة صناعية هتاكل مستوقة فانا الحق نفسي ودخل زكاة صناعية في قلب البرامج بتاعتي اخلي في امكانه مثلا للترجمة ببشارة مثلا تمام؟ هنا شات جيميناي عارف يعني متعاود على السئلة بتاحت كثير فحطي لي حاجات باش يحطها لكل الناس يعني هو حط مثلا بروكور تمام؟ يعني ده قوي جدا لكن هو في المجال الهندسي اكتر فهو فاهم ان انا مستمى بالحاجات ديه كوكونستراكت وبلان جريد الحاجات ديه نشرحناه قبل كده على القناة وقال لي برامافيرا وقال لي ميكروسوفت بروشيكت طبعا كلنا مثلا بشارع على البرامافيرا ما كانش فيها زكاة صناعية دلوقتي بدأ يقولك الازدارات الجديدة هيزل فيها زكاة صناعية زكاة صناعية ممكن ان تتحسش به لكن هو حطي لي امكانية مثلا ان هو يتعلم من الاخطاء بتاعتي او يتعلم من الامر بتاعتي فيبدأ ان هو كل مشروع يبقى احسن من مشروع اللي فات وهكذا فهدي الفكرة ان انا لو انا عايز اجرب حاجة جديدة ابدأ ان انا اجرب كذا اصدار مختلف تمام اجرب كذا برنامج مختلف وابدأ ان انا اشوفهم وهيبدأ يديك اضطراحات كل واحد فيهم يديك اضطراحات فانت تشوف ان واحد فيهم اللي جاء بتاعته اقنعتك وربنا انا اصدار لك الخير ان شاء الله